يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله الذي حذرنا من دار الغرور وأمرنا بالاستعداد ليوم البات والمشور نحمده سبحانه وتعالى وهو الغفور الشكور أمر ببر الوالدين وحذر ونهى عن العقوق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها مبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد إخوتي في الله إن رضى الله تعالى في رضى الوالدين وقد دعانا ديننا الإسلام إلى البر بالوالدين والإحسان لهما إذ يعتبر ديننا الحنيف البر بالوالدين من أفضل الطاعات لأن الوالدين هما سبب وجود الأبناء بعد الله عز وجل في الحياة وسبب سعادتهم قال الله تعالى في سورة الإسراء وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر ما أعظم بر الوالدين حين تقابل أباك الغاضبة بالهدوء وضبط الأعصاب والأنات لأن الحياة دين وقضاء الله أكبر ما أعظم بر الوالدين حين تقابل أمك الغاضبة التي أتعبتها المسؤوليات ومشقات الحياة بأن تنكب على قدميها بالتقبيل فالجنة تحت أقدامها فقد سيرت أمهاتنا من أجل تربيتنا ورآيتنا وقد شقي آباؤنا لكسب الرزق من أجل إطعامنا وكسوتنا وتعليمنا اعلموا إخوتي أن الوالدين هما أحق الناس بالشكر والتقدير والاحترام لكثرة ما قدماه لنا من أطاء وحب دون انتظار مقابل لهذا وجب علينا التواضع لهما ومعاملتهما برفق وليل وخاصة في مرحلة الشيخوخة كما أعطوك حقك في ضعفك لا تنسى حقهما في ضعفهما فبرهما طريق الدخول إلى الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعد أحبتي في الله إياكم ثم إياكم من عقوق الوالدين فقد نهانا المولى عز وجل عن ذلك وحذرنا وللأسف شهدنا في هذا الزمن صورا مأساوية للعقوق وصلت لحد الضرب والطرد والعياذ بالله وهي كوارث تنمو عن عدم تطبيق تعاليم الدين الحنيف فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر كبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراق بالله وعقوق الوالدين متفق عليه وعلموا أن أشد الأمور وقعا على النفوس هو فقدان الوالدين معا أو فقد أحدهما ففقدهما مصاب جلل يرض الفؤاد والأكباد فاللهم جعل أمهاتنا وآبائنا ممن تقول لهم النار أعبروا فإن نوركم أطفأ ناري وتقول لهم الجنة أقبلوا اللهم أسعدهما بتقواك اللهم إز الإسلام والمسلمين وارفع الأمة القرآن التفرق والم شملها اللهم صب على أمتنا الخير صبا صبا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فقد الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون وإذا رأم تجارة أولا ونفقوا إليها وترقوا كطاعنا قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الله تقين